سهر لكابتن أيمان تحيطنا حضراتك كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات السوديو التحليلي ومباراة النادي الأهلي أمام البنك الأهلي في إطار مباراة الجولة الخمسة والأخيرة من مباراة المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية يمكن النادي الأهلي اختتم الساعدات لهذه المباراة والإن شاء الله ستنطلق فيه تمام السنية الظهر اليوم على استاذ الأهلي والسلام يمكن طبعا تم تعديل موعد المباراة للسانية بدلا من السانية والنصف نظرا طبعا ليه مباراة المتخب المصر اليوم إن شاء الله أمام المغرب ولكن هنطلق في تمام الساعة الخامسة كل دعواتنا إن شاء الله بالتوفيق لمتخبنا وتحيي نتيجة إيجابية وإن شاء الله صعود لدور النصف النهائي إن شاء الله ومقابلة الكاميرون بإذن الله كابتن أميك الفريق اختتم الساعداته لمباراة اليوم بمران قوي أجري عصر أمس السبت على ستاد تيش بي الجزيرة يمكن سبقوا محاضرة مطولة جدا للجهاز الفني مع اللاعبين اتكلم فيها عن خطة المباراة اليوم وطبعا الاستعداد للمرحلة المقبلة والمشاركة في كأس العالم للأندية كمان يمكن قرر جهاز الفني بعد المران استحاب 31 لعب لمعسكر ليلة مباراة اليوم يمكن العادة طبعا لأول مرة كابتن أميك بنعتدي 22 أو 23 لعب بكتير النهاردة 31 لعب موجودين في معسكر ليلة المباراة يمكن الجهاز الفني أرجع دوت طبعا لإن شاء الله دي آخر بروفا أو ارز ذي ما بيقول دي البروفا النهائية قبل الصفر عاصر غدا الاسنين إلى أبو الظبي المشاركة في كأس العالم للأندية فالجهاز الفني يفضل أن يستحب كل اللاعبين الموجودين سواء من الفريق الأول أو كمان من قطاع الشباب والناشئين الموجودين معاون الفترة اللي فاتت عشان يكونوا موجودين في معسكر ليلة مباراة طبعا عشان إعلان القائمة النهائية إن شاء الله المسافرة عاصر غدا الاسنين لأبو الظبي المشاركة في كأس العالم للأندية خاصة في ظل الغيابات الكتيرة سواء الإصابات أو اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني في الكاميرو المشاركة في كأس الأمم الأفريقية كمان يمكن الجهاز الفني والإداري بيتابع حاليا مع اللاعبين اللي ممكن خرجت منتخباتهم على المعلوم بعد مغادرة المنتخب التونسي دي ومنافسات كأس الأفريقية بالأمس ومن قبله أليو ديانج في حالية تنصيق ما بينهم علشان يعني التحاق بالفريق إن شاء الله سواء هيكون في القراءة أو في أبو الزبي للمشاركة طبعا فيها وعدد كبير جدا من اللاعبين بيغيبوا للإصابة نتمنى إن شاء الله أن اللاعبين اللي حالتهم تسمح إن شاء الله اللحاق بالبطولة يمكن فيه أكتر من اللاعب لسه قدام الفرصة حسام حسن محمد محمود محمود متولي طبعا في الظل تأكد غياب بدر بنون أحمد نبيل كوكا أكرم توفيق برسي تاو وصلاح محسن إن شاء الله نتمنى إن شاء الله إن شاء الله أن النادي الأهلي تكون بروبة الأخيرة موفقة ويقدم مباراة كبيرة تنتهي بالفوز وتحقيق نتيجة كبيرة وكمان الجهاز الفني يستفيد من هذه التجربة وطبعا قبل ده كله نتمنى السلامة للجماعة كابتل عيمان زي ما كل جميع النادي الأهلي بتدعي إن أهم حاجة إن اللاعبة تكون معافة من الإصابات وإن شاء الله تكون خير يعني ختام للإستعداد للصفر غدا إن شاء الله لكأس العالم الأندية كل التوفيق النادي الأهلي وابقا دائما النادي الأهلي في المقادمة كما هي كابتل عامان أتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق وطمننا محمد على الأجواء هناك وطمننا على إن شاء الله جازات المجموعة اللي باقية هنا والمجموعة الموجودة دي اللي هتمثلنا إن شاء الله في كاس العالم الأندية وعايز أقول لحضراتكم حاجة برضو ما تفتكروش إن إحنا هنا علشان بنهدي شوية وبنلطف شوية إن إحنا مزعلش لما الأهل يخسر حتى ولو كانت ودية لما النادي الأهلي بيخسر بنموت من جوانا بنزعل طبعا بنزعل وكمية زعل لإن إحنا منتمين للنادي دوت وعارفين إيه هو النادي الأهلي ولكن بنحكم العقل في كثير من الموقف للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولما نيجي ننتقد بصورة سليمة ننتقد انتقاد إيجابي أو نقد إيجابي مش نقد سلبي ولا نقد هدام أقول لحضراتكم النهاردة سريعا مباريات اليوم هتبقى مباريات اليوم من الجولة الخامسة الكسر ربطة إن شاء الله نادي الأهلي والبنك الأهلي مصر البورسعيدي وأيستنر كامباني أو شريال دخان وبيراميدز بيراميدز ومصر المقصة بقي الماتشات إن شاء الله هتبقى يوم الاتنين وواحد تلاتين يناير اسماعيلي مع الجونة المولين العرب مع اسموحة فيوتشر مع تحاد سكنداري يوم الثلاثة واحد فبراير هيبقى الزمالك مع طلاقع الجيش غزل المحلة سراميكا كليوباترا وفاركو مع أمبي سريعا برضو أذكر حضراتكم قبل مباريات مصر والمغرب النهاردة مباريات دور ربع النهايي اللقيمة أمس نتائجها كانت جامبيا والكاميرون الكاميرون كسب 2-0 وبوركينا فاسو وتونس بوركينا فاسو كسب 1-0 منشطة النهاردة بإذن الله مصر والمغرب وكل التوفيق لمصر بتحييل فوز والسنغال وغينيا الاستوائية أنا خلصت كل اللي عندي سواء على مستوى الدولي أو المحلي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ديوفنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادة عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظرو